السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا معكم مرة أخرى عندي هذا المكان زرعت فيه الجزر لكن كان نموه بطيء جدا طبعا بسبب هذا الحشائش اللي رأي فيه راح نقي هذا المكان من الحشائش كلها وبعدين نحط له السماد ونقلب التربة أثناء تنقية الحشائش نقلبها حتى يدخل فيها الهواء هنا نظفته من جميع الحشائش كما يظهر الآن هذا هو السماد اللي راح نحطه للجزر اللي هو النيتروجين واستغرق معي تنقية هاد المكان من الحشائش يومين ونخليه تقريبا ثلاث أيام أو يومين بدون ساقي يتشمس ويدخل فيه يدخل الهواء في التربة وبعدين نوزع فيها السماد ونسقه النيتروجين هذا راح يسرع عملية النمو منتع الجزر وبعدين راح ننقص عليه السقي نوزع هاد النيتروجين أو السماد في هذا المكان راح توزيع عادي كل مكان نحط له كيلو من النيتروجين كل مكان وكل سريحة هنا نسموه هنا السريحة كل سريحة نحط لها كيلو من النيتروجين وبعدين نسقيها نسقيها بعد اللي حطيت لها النيتروجين نسقيها ثلاث مرات في الأسبوع وبعد ما ينمو نوقف عليه الماء هنا وزعته بهذا الشكل هنا عنده تقريبا شهر كما قلت راح نسقيه ثلاث ثقيات متتالية وبعدين نوقف عليه الماء هنا أرجعت له أو رديت له الماء راح نسقيه كما قلت ثلاث مرات متتالية وبعد اللي ينمو نوقف عليه الماء ونسقيه مرة واحدة خلال أسبوعين مرة واحدة في أسبوعين وبعد اللي يجذر يكون عنده جذر كبير راح نسقيه عادي ثلاث مرات في الأسبوع إن شاء الله ينال إعجابكم هذا الفيديو وتستفيدوا منه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة